أحمد يمارس مهنته على أبواب القاهرة أحمد بوجود يبلغ 38 سنة من العمر وهو حاوي متردد الكبرى والمقرنة والعقارب عمل خطير إلا أن أحمد ملعن به أحبها لأنها في دمي من صغري من صغري وأنا بطلع شفت أبويا بيستض وجدي بيستض وعايش مع الحيوانات يعني عايش حاجة معايا طبيعية زي اللي بيشتغل حداد واللي بيشتغل سباك واللي بيعيش مع الحاجة اللي هو شغال فيها الأمر عاد أيضا بالنسبة لباقي أفراد الأسرة صغارا كانوا أم كبار الكل يعيش مع العقارب والإجوانة وغيرها من الزواحف تماما كما يفعل الناس مع الحيوانات الأليفة زي أطفال زي ولادي كده لجيت والدي والديتي بتعاملوا معها فرخرا تعملت معاه زي العيال كده الأطفال بلعب الدعبين أكثر الدعبين بتحبوا مصير معظم الثعابين التي يستدها أحمد هو هذا المكان مركز البحث العلمي حيث يتم إنتاج الأمصال المضادة للسم أحمد يبيعهم ألف حيوان زحف في السنة تجارة تضمن له بين ثمانية وخمس واربعين دولارا للحيوان بحسب ندرة العينة أنواع من التعبين بيوصل معها لعدد النوء الواحد لألف وخمسونية حية وده بيشمل حية الغريبة إيكاس كرنيتاس والأنواع الثانية بيشمل عدد بتاعها بتبقى ريرلي بتبقى نادرة وده بيفصل بتعادل بتاعها من عشر إلى عشرين زي سعوبان البرجيل اللي موجود في سيناء تستهلك مصر مئاتا من الأمصال المضادة للسم في السنة أغلبها لإنقاذ حياة المزارعين أو الجنود الذين تعرضوا للسعات سامة في الصحراء أما عن أحمد فلم يتعرض لأي حادث خلال العشرين السنة من ممارسة هذه المهنة وهو واثق أنه يحظى بحماية روح الكبرى القوية تماما كالفراعين في عهدهم كما أنه منذ الآن يفكر بمن سيورثه هذه المهنة ترجمة نانسي قنقر